ستة الكابتن صالح سليم المايسترو أعظم من تولى رئاسة النادي الأهلي والكابتن صالح سليم من الشخصيات والعلامات المضيئة للرياضة المصرية وللنادي الأهلي في فترة كبيرة جدا من الفترات والكابتن صالح يمكن رسخ مع رؤساء ومع عظماء تولوا رئاسة النادي الأهلي في فترات تاريخية مهمة جدا المبادئ أصبحت راسخة وبنتورسها عبر الأجيال خلال الفترات الأخيرة العام بتجري بسرعة والنهاردة الزكرة الـ 22 لوفاة الكابتن صالح سليم سيظل الكابتن صالح سليم علامة مضيئة للرياضة المصرية بشكل عام وللنادي الأهلي بشكل خاص وفي المنطقة العربية والقرى الإفريقية وصورته هو بيستلم مجازة نادي القرن الإفريقي في جوانسبرج قبل حوالي أكتر من 21 أو 22 سنة كلام ده كان في البداية الألفية قبل وفاة الكابتن صالح مفيش بشهور قليلة جدا من الفيديوهات والصور النادرة جدا الحمد لله يمكن النادي الأهلي على مدار كل السنوات عنده رؤساء لهم دور كبير جدا في الرياضة المصرية وفي كرة القدم المصرية كمان بشكل خاص رحم الله الكابتن صالح مايسترو ليه دور طويل ودور عظيم في الرياضة المصرية وعلامة مضيئة سنظل كل سنة نتذكره بكل خير ذكرى طيبة وذكرى عطرة للمايسترو صالح سليم رحمة الله على الكابتن صالح وعلى الكابتن طارق سليم وعلى الفنان كمان الأستاذ هشام سليم أسرة كالليها دور كبير جدا مع النادي الأهلي خلال سنوات طويلة جدا كلنا بنعتز بيهم بالتأكيد ودايما بنتذكرهم بكل الخير ودايما كل ما وقفهم حتى بنتذكرها دايما سواء حتى من خلال شاشة قناة الأهلي أو حتى في الشارع الرياضي المصري بشكل عام اللي ملوش تاريخ أكيد مش هيبقى ليه حاضر ولا ليه مستقبل فالحمد للنادي الأهلي دايما تاريخ وحاضر وتطوير على كافة الأصعاد وعلى كافة المجالات